اوكي وربطوا حزمة الامان عشان الستوديو دوت هيتحول لستوديو تحليلي دلوقتي. صباح الخير مساء عليكم. الاغوار يا رب كله يكون بخير. انا عارف الناس بها فاتة يا جماعة ما نزلش فيديوهات فانا بعتذر على كده. ان شاء الله الفترة جاية فيها فيديوهات كتير. واللي متابعني على انستجرام عارف لان الفترة اللي فاتت. كنت قريدي بصور حاجات للفترة اللي جاية. عشان هي هتبقى فترة جامدة جدا. ولكن مهم جدا اللي هنتكلم عنه النهاردة. انا من كم يوم كنت صور فيديو اتكلم عن مونتاجات قبل جديدة اللي هتنزل قريب جدا. من دبنها الساعة بتاعت قبل والايباد بتاع قبل. المؤتمر بتاعهم لسه خالص من خمس دقايق بالزبط. ولكن قلت بدل ما اطلع اقول كلام ويطلعوا ويقولوا كلام تاني. هامل فيديو بعد المؤتمر على طول عشان يبقى عندنا على اقل حبة معلومات مؤكدة. رغم انستجرات كان فيها امراض وباقات وحاجات كتير فكان صعب على معظم الشركات اللي هي تعمل حاجات جامدة جدا. ولكن قبل السنة دي تقريبا هي منزلة منتجات بالهبل. عشان كده ما فيش مؤتمر واحد ده فيه اكتر من المؤتمر كمان في اخر السنة ديات اللي هو كان اولهم النهاردة وكان في مؤتمر قبل كده بتاع الايو اس فورتين. فقبل السنة دي عندها كمية حاجات كتير عشان تعلن عنها. ده يعني كده جائزة احسن تروح لقبل بدون منازعة. رغم ده حتى مش الايفنت الكبير بتاعهم بتاع الايفون الجديد ولكن الايفنت فعلا يعني موقراتا باي ايفنت تاني شوفته اونلاين فهو كان رهيب جدا كان فيه حاجات بتطير وحاجات بتخش وحاجات بتطيع كده. مهم خليني اقول لكم بسرعة كده قبل السنة دي المفروضة هتعلن عن ايه? اول حاجة قبل السنة دي عنات خاص عن ايفون اللي هو الايفون اس اي. ولكن الفترة اللي جاية المفروضة هتعلن عن اربع ايفونات جداد. ايفون تولف وايفون 12 ماكس وايفون 12 برو وايفون 12 برو ماكس. نسخة الزيادة هي الايفون 12 ماكس الايفون 12 ماكس هتبقى نسخة اكبر من الايفون الرخيص. دي حاجة كويسة لان الايفون 10 سيبقى حجمه عاد الايفون سيكس اس اللي معي. ولكن من غير حواف خالص الايفون 12 اللي جايه هو هتبقى انسب موبايل لاي حد بيحب الموبايلات الصغيرة. وانا منهم جدا. انا محب جدا الموبايلات الصغيرة. لكن لو انت تحب الموبايلات الكبيرة نسبيا وبرده عايز تجيب الايفون الرخيص فهتروح بقى للايفون تويلف ماكس. ده كده بالنسبة للموبايلات. في بقى قسم الايباد النهاردة تم الاعلانة عن اتنين ايباد. واحد اسمه الايباد بس ما فيش حاجة بعديه. والايباد اير الجديد. من رأيي بصراحة السنة ديت هيسنة مختلفة جدا للناس اللي حابت شير ايباد او كده لان فيه تغييرات آآ كويسة شوية. كمان قبل اعلانت خلاص عن الواتش سيكس والسيكس اس اي واللي هي الساعة رخيصة نسبيا برضو شبه الايفون اس اي كده ولكن في الساعات برضو خوار جامد جدا هنتكلم عليه التفاصيل كمان شوية. وحبت حاجات تاني بقى كده قبل مفروضة هتعلن عنهم. ولكن مش بالتأكيد هتعلن عن كل دول. ولكن انا توقع اللي هي هتعلن عن حاجات كتير من دمن الحاجات ديت. اول حاجة الحاجة اسمها اير تاجز ودي اطورها عن قطعة كده مدورة صغيرة ممكن تحطها في جيبك او في المحفظة او في اي مكان عشان انت تتبع الحاجة ديت بتروح فين وجاية منين لو حاجات سرقت مسلا منك او كده. المتوقعين كمان السنة ديت نشوف سماعة جديدة من قبل ولكن مش سماعة مسلا اللي هي لكن لا هي سماعة هايسموها ابل استوديو حاجة في هذا القبيل وهتدقى تبقى سماعة كده كبيرة بتتحط على الودان. اول مرة نشوفها برضو من قبل حاجة جديدة تماما من المفوضة هيتم انها في اخر شهر دوت او الشهر اللي جاي. الاضافة لهومبود ميني اللي هو الجهاز بتاع قبل اللي بتحط في البيت اللي مفيش ناس كتير بصعرها مهتمية فيه في مصر خالص او في الوطن العربي. عموما سيري مش احسن حاجة بصراحة عشان نجيب لها هومبود نحطها في البيت. ولكن كمان هيتم اعلانة عن والمفوض دوت زي بيشحن اكتر من حاجة في نفس الوقت لها برضو حاجة مش جامدة خالص وبقى لها كتير بتتعمل ولكن بالنسبة القبل لسه هيعلنوا عن حاجة شبه كده. اخينا وليس اخيرا ان المكبوب بتاع قبل المفوض برضو هيتم اعلان عنه السنة ديت في اللي جاي. ده برضو حاجة حماسية جدا بالنسبة لبعض من الناس عشان هيبقى ببني على البروستور بتاعه ويعني هيبقى فيه تغيير كبير عن البروستورات اللي فاتت. لكن موضوعها كبير بصراحة وانا مش عايز اخش فيه بالتفاصيل عشان ما عودش اتكلم كتير بقى والفيديو اتول فخلان اهود نتكلم على حاجات معينة. اول حاجة خلينا نتكلم عليها هي الايباد الجديد بتاع شركة ابل الايباد بس هو اسمه ايباد ودوت مفوض عادة يعني اول ايباد اتعمل كان من عشر سنين فاتوا فالايباد ده طبعون ببقى سعره ارخص من الايباد اير والايباد برو ده تجريبا ان تبقى سعره في رينج تلتمية او بالزبط تلتمية تسعة وتلاتين دولار وده سعر يعتبر رخيص جدا بالنسبة الايباد لسه نازل السنة دي وكمان لو انت طالب او كده ممكن تاخده بسعر اقل تلتمية دولار ولكن هنا انت مش بتاخد احسن حاجة بسعر رخيص لأ انت برضو لسه عندك الحواف القديمة بتاعت الايباد اللي احنا اللي انا عن نفسي كنت فكرة احنا خلاص هنتخلص منها ولكن نوضح انه لسه في ايباد هينزل بنفس الشاشة الكبيرة بالحواف الكبيرة ولكن مع ذلك في تحسن في البروسيسور عندنا هنا وده بروسيسور نوعا ما قوي مش اقوى حاجة ولكن بالنسبة لانت هتاخد ايباد لسه بقى هيجيله تحديثات قدام كتير مش بس كده كمان الايباد الجديد هو الايباد بس بيدعم وهو واضح جدا الايباد دوت موجه اكتر للطلاب للناس اللي بتدرس او الناس اللي عايزة تخش مجال او الحتة بتاعت الايباد وامرها ما تجربته وعايزة في نفس الوقت بس انت جرب الابل بنسل فانت عندك ايباد هنا رخيص ادقه ومش اقوى حاجة ولكن هيبقى قوي جدا لو ان دوت مسلا اول ايباد تمتلكه فبالنسبة لك هيبقى حاجة جامدة برضو همنتكلم على اي تويلف فبرضو بروسيسور مش ضعيف خالص وهزون الاي حد جديد على الايباد وعايز يشتر ايباد جديد هيكون دوت الايباد مناسب ليه؟ رخيص وفي نفس الوقت ممكن تستعد مع الابل بنسل واداقه مش اوحش حاجة او بالعكس حلو شوية ليه بقول حلو شوية لان هو بصراحة لايو كارن قوي مع البروسيسور اللي موجود في الايباد اير الجديد النهاردة قبل عانيت عن الايباد بس والايباد اير الجديد الايباد اير بيجيبو معالج الاي فورتين وانا بصبحة مش عايزة دخلكم في التكنيكلز بتاعت البروسيسور دوت ولكن هو بروسيسور قوي جدا 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 انت ممكن تعمل يعني مونتاج على الايباد دوت مونتاج للفور كي بقى رياحية كاملة ممكن بقى الايباد دوت بصراحة مناسب جدا لاي حد عايز يشتغل بجد على الايباد بتاعه بالعكس يعني انت عندك الايباد برو المفروض كان هو المخصص لكده انك تشتغل عليه وتعمل عليه حاجات تقيلة ولكن دواتي انا بصراحة شايف انك برضو لو بتعمل حاجات تقيلة فالايباد اير الجديد دوت هيستحمله مش بس الايباد برو وعكيد بقى هنا عندنا نفس التصميم الشاشة الجديد والحواف القليلة نسبيا طبعا مش حواف شبه الايباد العادي عندنا هنا بقى بصمة قبل اللي كانت من كام سنة شادت البصمة وقالت عشان التطور اللي جاي للفيس اي دي ترجع تحط البصمة تاني في الايباد اير شكلكم مش حالو المهم الشاشة اللي عندنا هنا هي شاشة ريتنا برضو فانت متوقع على الوام خرافية ويعني كويسة جدا برضو الوقت الايباد اير بقى بيجيب كاميرات متطورة اكتر كاميرا امامية سبعة ميجا بيكسل وكاميرا خلفية اتناشر ميجا بيكسل نفس سريما الموجودة في الايباد برو وكمان دلوقتي بقى عندك يوس بي تايب سي في الايباد اير فبرضو حاجة كويسة جدا عشان سرعة نقل الملفات وكده برضو تبقى اسرع برضو ده بصراحة ايز بتواجد نظري شوية ان الايباد اير دلوقتي بقى مكينة للشغل مش بس جهاز يعمل عليه حاجات خفيفة لأن دلوقتي ممكن تعمل حاجات تقيل على الايباد اير عادي جدا الايباد اير نزل بسعر 600 دولار وبصراحة شايفوه سعر مش غالي قوي بالعكس شايفوه سعر كويس بالنسبة للايباد انا بصراحة مناسة المقتنعة اني ممكن في موبايلات اندرويد بتساوي الايفون او مش بتساويها بتنافسها شوية وبتقدر يعني تواجهها شوية ولكن لما نيجي للتابلت والحاجات ديت مفيش احصد من الايباد عشان ليه نظام الواحد وكده هو في حتة تانية غير اي تابلت اندرويد او ويندوز او اي حاجة برضو لازم اقول ان الايباد اير دوت هيبقى تقريبا احسن ايفاد للجيمينج بنسبة لسعره والبروزيسور القوي جدا اللي فيه هي غالبا اكتر حاجة بتميز الايباد اير الجديد هو البروزيسور اللي فيه اللي هو يعتبر قوي بطريقة خرافية بالنسبة حتى للسعر بتاعه نيجي بقى للحاجة التانية اللي ابل خلاص علنات عنها وهي الابل واتش سيريس سيكس وبصراحة اللي انا حاسه ان اللي ابل عملته في الساعة الجديدة بتاعتهم اللي هي خليتها شبه اي ساعة زكية موجودة دلوقتي يعني الحاجات الضبط بصراحة مش حاجات مبهرة جدا يمكن المبهر بالنسبة لي لهم علناه عن ساعتين الواتش سيكس والواتش سيكس اس اي ودي هتنسخها ارخص شوية عشان الناس برضو اللي عايزة تخش في الحوار بتاعها ساعات ابل وبرضو نفسها تجرب وفي نفس الوقت مش بسعر غالي قوي هنتكلم على كل واحدة بالتفصيل شوية اول حاجة عندنا في الابل واتش سيكس بتيجي باللون الجديد اللي هو الازرق الغامق او اللي هو كحلي بصراحة بالنسبة لي لكن هو ازرق غامق وده هو التامن نفس اللون الجديد اللي هنشوفه في الايفون هنتكلم اخطر عن الايفون كمان شوية ولكن ده اللون الجديد اللي بيجي مع الساعة الحاجات اللي ضفت للساعة حاجات شبه السليب ترايكينج اللي هو شوفك انت بتنام قد ايه ومسلا لو انت بتخسل ايدك الساعة هتبدأ تعرف من الصوت بتاع المية والحاجات دي كلها انك بتخسل ايدك فهتطلع لك مثلا بتقول لك اخسي ايدك لمدة عشرين ثانية وتعدلك كده عشان تتأكد ان انت خسلت ايدك بطريقة كويسة يعني حاجات لطيفة بس مثلا حاجة شبه السليب ترايكينج دوت اللي هو انت ونايم بتشوف نوضات قلبك وانت ايه وكده دي حاجات قديمة وموجودة في اي ساعة مثلا الباند اللي انا بابسها ديت الريل مي باند بخمسومين جنيه تقريبا وفيها السليب ترايكينج اي باند واي ساعة بيبقى فيها حاجات شبه كده فهم اضافوا الاخطاء اللي مكنوش حطينها في الساعات اللي فاتت ممكن اعتبر الحاجة الجديدة هي اللي هم اضافوا سنسورات عشان تقص لك نسبة الاكسوجين في الدم ولكن برضو في ساعات منسة اذا كان من شركة سامسونج او واوي كلهم فيهم اه لهم بيقصوا نسبة الاكسوجين في الدم فبرضو متعتبرش حاجة جديدة قوي هم التطبيقات او الحاجات اللي حالكو بالسوفتوير زي تطبيق اسمه فتنس بلاس التطبيق ده باشتراك شهري اصلا يعني انت بتشترك فيه ومش يعني وصل لمصر مش هيبقى موجود في مصر ولو هيبقى موجود في مصر مسلا سي كمان شوية هيبقى باشتراك شهري مسلا شبه الابل تي في او هكذا البرناميك ده تمفوض اللي هو بيوريك بقى فيديوهات التمارين وكده وانت بتتمرن بتكون مسلا بتشوف الفيديوهات على الايفون بتاعك او الايفاد بتاعك وفي نفس الوقت الساعة بتحسب بقى ضربات قلبك وانت بتحرق قد ايه وكده فالطريقة بتبقى فعالة اكتر وهو بصراحة تطبيق روش جدا بس يعني بشتراك شهري زي ما قلت مفوض الابل واتش سيكس فيها شاشة البرناميك بساعتها اعلى بالنسبة تريمان اتنين ونص من الاسداري القديم فدي حاجة بصراحة كويسة في بقى حاجة روشة جدا ليه حلاقة بالعائلات وكده انت مسلا لو عيلة وكلكم معاكم ابل واتش بتقدر شوف بقى ابنك فين او بنتك فين دلوقتي ويعني نبضهم قد ايه وهم كويسين ولا او فقانه مكان في المدارسة مسلا ولا تاه ولا ايه ولكن برضو الحاجات ديت مش موجهة لمصر فا والمفروض على حسم اللي هما قالوا ان الابل واتش اس اي هي هي بزبط الابل واتش سيكس وبنفس الدزاين بتاعها ودي حاجة خرافية يعني ان هي نفس الدزاين بتاعها الجديد كده لشكله شيك اختر ولكن بسعر اقل وفي نفس الوقت ببروستسر اقل شوية باضافة برضو ان الابل واتش اس اي مش هتقص لك نسبة الاكسجين في الدم فبرضو لو انت النقطة ديت فرقى معاك فهم كده مسكوك من دراك اللي بيوجعك لازم تجيب النسخة الاعلى سعر الابل واتش سيكس هيبدأ من ربعمائة دولار والابل واتش اس اي بتبدأ من متين وتمانين دولار يعني سعر كويس وهم لسه سايبين الابل واتش سيريس سري بمتين دولار تقريبا برضو اختيار مش احسن حاجة لهنا اللي هي قديمة جدا فاللي هو انت هتبقى محتفرة بجيب السيريس سري ولا جيب الس اي لكن اظن ان اكتر واحدة هتبداع فيهم هي الس اي النسخة الجديدة لان هي رخيصة وبنفس الدزاين الشيك بتاع الابل واتش سيكس طيب خلينا ديتيني الكلام عن الموبايلات الجديدة بما اني دوت فيديو مودمك كده عن الحاجات اللي قبل قريدي خاصة عانيتها النهاردة والحاجات اللي قبل هتعلنها واكيد هي الحاجات اللي احنا مستنينها اكتر وهي الموبايلات الجديدة دينكا عندنا موبايل زغير خالص وهو الايفون 12 العادي بيجي بحجم شاشة 5 و 1 من 10 واكبر موبايل هيكون الايفون 12 برو ماكس دوت هيجي بشاشة 6 و 7 من 10 بقى كده معانا الموبايلين اللي في النص الايفون 12 ماكس والايفون 12 برو المفوضة الاتنين دول هيجوا ادى بعض بشاشة 6 و 1 من 10 انش فوزن دوت يبقى الحجم المناسب يعني بالنسبة لي معرفش ممكن حد يكون بيحب الموبايلات الكبيرة او صغيرة معرفش المهم الحاجات اللي تعتبر اكيدة ومتكدين منها هو الدزاين بتاع الموبايل الدزاين بتاع الايفون 12 و 12 برو هيكون بنفسه تصميم الايفونات القديمة شبه الايفون 5 اس او الايفون 5 والايفون 4 كمان اللي هو التصميم البوكسي دوت اللي هو الحواف كلها كده مسطحة مفيش انحناءات مفيش دواير كلا فالمهم ده هيبقى التغيير الجزري بالنسبة للدزاين بتاع الموبايلات الجاية من شركة ابل الكاميرات هيكون هو هو بنسبة الايفون 12 و 12 ماكس في الحالة ديت هيكون فيه كاميرتين بس واحدة وايد واحدة كاميرا اساسية مش هيبقى فيه كاميرا تلي فوتو والايفون 12 برو والبرو ماكس هيبقى فيهم 3 كاميرات برضو بنفس شكلهم بالاضافة للسنسور اللي كان موجود في الايباد برو ودود هيعمل ايه في الايفون المفروض اللي هو هيستخدم في حاجات اللي هي عقب الاي اي والواقع المعزز وكده ولكن اتوقع ان هو كمان هيساعد كتير في التحديد بتاع الشخص وانت بتصور فبالتالي الصور الفورتورية هتطلع بطريقة اشيك وهيبقى فيه تحديد احسن اظن برضو ممكن يحدد الجسم بتاع الشخص بطريقة احسن في الاضاءة الضعيفة فبطريقة او اقرأ هيخلي الصور احسن ولكن ما توقعوش منه وصل ان هو هيغير الكواتي بتاع الصور لأ وبس هيغير حاجات تفاصيل كده بسيطة بالنسبة للشاشة فهينا فيه خناقات كتير قوي على الشاشة بصراحة ولكن من المتوقع ان الشاشتين بتاع الايفون 12 برو والايفون 12 اللي هو الفرجن الغالي من الموبايلات والرخيص اللي اتنين هيجوا بشاشة اولد وتوقعها من قبل بصراحة السنة دي يعني زي ما عملوا في الساعة مثلا بتاعت الابل واتش كل الناس متوقع ان الابل واتش اس اي تيجي بالتصميم اقدم شوية يعني عشان تبقى ارخص ولكن قبل حطيتها بالتصميم الجديد ذا بيبين قديني قبل بتفكر هي عايزة ان تبيع الحاجات الرخيصة زي ما هي بتبيع الحاجات الغالية زي ما ايفون 11 و 11 برو هما اقوى اجهازة عند ابل ولكن اكتر جهاز بتبقى هواي ايفون 11 والايفون اكس ار فقبل عارفة نوعات كويس فلو حطت شاشة اولد في الايفون 12 وال12 ماكس ستبقى نقطة كويسة نيجي بقى لشاشات الايفون 12 برو والايفون 12 برو ماكس كان فيه خناقات كتير بقى على ان شاشة دياتها تيجي بتردد 120 هرتز ولا بتردد 60 هرتز كان فيه خناقات كتير وكل شو هيقولوا يعني فيه احتمال وبعد كي يقولوا مفيش احتمال ولكن انا بصراحة هي وجهة النظر وفي نفس الوقت طلع تصريب شبه مؤكد اني مش هيبقى فيه شاشة 120 هرتز في شاشات الايفون 12 برو وهي بصو خلينا نتفكر لنا هي حاجة مؤسفة جدا احنا دوقتي اي فلاكشيب بيجي بشاشات 90 و120 هرتز حتى الموبايلات الموبايلات الخفيف شوية ولكن احنا عارفين قبل واحنا مش هنتحك على بعض بالنسبة لابل قبل معروفة جدا في الاستراتيجيات بتاعتها قبل مش بيتبيع تكنوجيا قبل بيتبيع خدمة يعني قبل تلكامل زمان جدا هقول لكم مثال بسيط قبل لما اعلنت عن الانفسي فمبايلاتها ما اعلنت عن الانفسي كتكنولوجيا لأ هي عانت ان موبايلاتها فيها انفسي ولكن الذي كانت تقدر att belangrijk اuge الى لغاية ما 와علنت عن نفسي واخدرت تكنوجيا عن طريق الانفسي sal inspire تقدمري ethnology nenfec ولكنها قدمت تكنولوجية apple bay وهي المش salta t essentially인 t symbol as a defensive وكذا لما كانت كل الالشركات ستفعل شاشات تتبلغ بضعة 120 hearth كانت تسمع الشاشة تتعام بضعة 120 hearth ولكن apple couldn't serve Dell ring on ass تسميت ذات Pro motion بـ Pro motion مختلفةAm donde la 1320 hearth لا البروموشن هي حاجة يعني عبارة عن خليط مثلا لو انت بتعمل سكروينج وكده ممكن شاشة تبقى 120 هيرتز ولكن لو انت بتفرج على افلام ممكن الشاشة تنزل من 120 لغاية 24 وكمان 28 هيرتز لو انت بتفرج على افلام فبالتالي قبل ما قدمتش تقنية 120 هيرتز ولكنها قدمت البروموشن فالمفروض ان الشاشات بتاعت الايفون 12 برو وال12 برو ماكس مش تبقى قدرة اللي هي تقدم لك الاكسبرينس ديت فاظن قبل مش هتبقى متهورة للدرجة اللي هي تحطها انا اتمنى بصراحة من كل قلب اللي انتشاجد تبقى فيها البروموشن بتاعت قبل ولكن برضو مش طريقة قبل اللي هي تيجي في اخر اسبوع تغير الكلام وتقلب الترابيزة وتحط لك حاجة لا انا اظن ان الايفون دوت مفصل بتاعته بالنسبة لقبل معمول لو الايفون خلصان مسلا من ثلاث شهور ولا حاجة فبصراحة انا كجورج ما توقعهاش ولكن نفسي اشوفها مرة تاني الكام كلمة اللي قلتهم دول مش بيبروا اي حاجة لابل انت في الاخر عندك اهو الايفون الجديد من غير برو موشن وعندك مبايدات اندرويد بسعر الارخص فيها مية وعشرين هرتز فانت مفوط تختار في الاخر اخر حاجة بقى ان ابل هتشلك من الصندوق الشاحن الادابتر بتاع الشاحن نفسه ومش هيبقى موجود جوا الصندوق بتاعك ليه ابل؟ ابل النهاردة لما كلمت عناس الموضوع الادوات بالنسبة لابل ووتش ات عشان كلنا عندنا ادابترز في البيت واحنا عايزين نحافز على البيئة وكده يعني مش دخل دماغ قوي لو انتم عايزين تحافزوا على البيئة خلوا كل حاجة بتاعتكم بتشحن ويروس من جب ادابتر بس ما متشوريليش الادابتر وتقول لي احنا هنحافز على البيئة لو لا ما يفعلش انتم عاملين الموبايل بتشحن بكابل وادابتر حطهم لي في العلبة اقل حاجة ولكن اظن قبل بتحاول تقلل من تكلفة الموبايل بما ان الموبايات اللي جاية مفهودة هتدعم 5G فدي حاجة مكلفة شوية وفي نفس الوقت مش مفيدة اولين كمصريين ولكن اظن دي هتغلي شوية الايفون فهم بيحاولوا يرخصوا من سعر الايفون او على الاقل يخلوه السعر السابت عشان كده اسعار المتوقعة للايفونات اللي جاية اظن هتبقى هيا الاسعار او هتبقى اغلى لو بقت اغلى هتبقى أغلى حاجة بسيطة الايفون 12 هيبدأ من 650 دولار الايفون 12 ماكس هبدأ من 750 دولار وايفون 12 Pro 1000 دولار والايفون 12 Pro ماكس من 1000 و 100 دولار نفس الاسعار الرسمية ولكن ممكن تغلى حاجة وسيطة اتمنى باتغلاش واتمنى كمان ان فيه تتريب يقول ان الكابل اللي هيجي داخل العلبة بتاعة الايفون اللي جاي هيكون كابل مختلف عن الكابلز اللي موجودة زمان اللي هي بتتقطع بسرعة وكده فبرضو اتمنى من كل قلبي اللي احنا نشوف حاجة زي كده مازالة كتير لسه مخفية ومش متأكدين منها قوي ولكن الاكيد ان هي ابل بتعمل كل سنة حاجة من الاثنين يا اما تزبط الايفون بتاعها يا اما تزبط السوفتوير بتاعها والسنة اللي فاتت كان في نقلة كبيرة بالنسبة للايفون اللي هو كان ايفون 11 وال11 برو والسنة اللي كان في نقلة كبيرة جدا بالنسبة للسوفتوير بتاع الايفونات كلها الاول ايو اس 14 في نفس الوقت اني كل الايفونات اللي احنا اتكلمنا اليوم بديت هيجي بالمعالج الجديد بتاع ابل اي 14 مش محتاجة تكلم كتير ولكن المعالج دوت هيبقى قوي جدا والمعالجات بتاع تقابل بتفرق في معالج دي الصور وفي الاداة وفي كل حاجة مش بس في اداء مسلا الجيمز وكده لأ المعالجات بتاع تقابل بتفرق في كل حاجة حتى بالنسبة للكاميرا حتى لو الكاميرات هي هي ولكن الصور ازرنا هيبقى فيها تحسن يعني ملحوظ بس كده كانت كل حاجة لفيديو بتاع النهاردة كل قلتها. وانا بصراحة متحمس جدا للايفون تويلف اللي جاي. بصراحة متحمس اكتر الايفون تويلف والتولف ماكس اكتر من التولف برو. لانهم دوت هيبقى الموبايلات الاكتر قيمة ومقابل سعر يعني. شبههم شبه الايفون 11 اللي هي الناس كلها كانت برضو عجبها اكتر من الايفون 11 برو بالنسبة لسعره يعني. فبس كده دي كانت كل حاجة فيديو بتالنهاردة. تسوش اعملوا لايك الفيديو لو عجبكم. وتقولي في كومنتات تتوقعوا ايه هيحصل في الفترة الجاية بالنسبة لموبايلات بتاعة شركة ابل الجديدة. لو انت اول مرة شفنا نساش اعمل لنا سبسكرايب طبعا اجيد لو الفيديو عجبتكم عشان كمان تشوف الفيديوات الجاية. انت لازم تتابع بقى مش هتشوف فيديو وتسيب فيديو. تسوش كمان تقول له على انستجرام عشان اي معلومات كده بسيطة مش هنعمل عنها فيديو. هنروح نقولها على طولة على انستجرام. فبس كده. ديكات كل حاجة بالفيديو. شركة حشوفت الفيديو مرة تاني واشوفكم في الفيديوات اللي جاية. سلام.